في الفقرة الأخيرة من دنيا إلى دنيا اليوم وعن نهاية الأسبوع دائماً كل خميس بتشترك معنا الزميلة سميحة مجدلوية من قسم الرياضة في آخر أخبار الرياضة التريندينج الأخبار الخفيفة هيك أهلاً وسهلاً سميحة صباح الخير صباح الخير كيفك سميحة إنتوا كيفكم؟ أحنا مناحة الحمد لله سميحة أول خبر حضرتنا إليه علاقة بالضربات الرأس بالزبط خصوصاً لطلبة المدارس كرة القدم والصحة نعم نصفي هيك هلأ ببريطانيا مثل ما كنا عم نحكي قبل عملوا دراسة وأبحاث لمدة 22 شهر لحتى قدروا يتوصلوا إذا الرأسيات كرة القدم ممكن إنها تسبب مشاكل بالأعصاب الدماغ أو لا نعم فهلأ ما في أي دراسة ثابتة بنتيجة رسمية بس عشان هم يختصروا على حالهم الطريق وعشان إنه يعني يختصروا الشر مثل ما بيقولوا يأخذوا احتياطاتها منعوا بالمدارس الابتدائية ببريطانيا إنه الطلاب اللي بتدربوا كرة قدم أو بيلعبوا كرة قدم إنهم يلعبوا الطابة بالرأسيات يعني ممنوع يخبطوها برأسهم لأنه بالأبحاث والدراسات اللي عملوها اكتشفوا إنه جزء كبير أو عدد كبير من لاعبين كرة القدم كان عندهم إصابات بي يعني إصابات عصبية دماغية وكمان إنه كانت عندهم أمراض الخرف والألزهايمر فهم عشان يختصروا هذا الطريق على حالهم ويحاولوا يخففوا من هاي الإصابات طلعوا هذا القرار لأنه الطفل بيكون يمكن لسه دماغ عنده نعم نعم أتوقع فيه علاقة يعني هما بحسب زي ما حكيتي القرار التوخذ بحسب إحصائيات ودراسات أتوقع إله علاقة بنسب التركيز قداش ممكن تكون الضربات قوية شو رأيك هاي تمشح أكيد هي ضربات بشكل مباشرة في كتير يعني إصابات في الجسم بتأتي من الضربات المباشرة مثل التنس ألبو مثلا اللي بسيب واسمه تنس ألبو بصيب لعبين التنس نعم وممكن يصيب أي شخص من الضربات المرتدة المباشرة على الذراع والكوع مثلا فبصير فيه تهدتك بسيط بالغضاريف فأكيد 100% ضربات المباشرة يعني من أسوأ كمان الإصابات اللي بتصير هي الأوتار الكاحل اللي بتصيبوا هاي يعني بيغيبوا بيعملوا عملية وبيغيبوا عن الملاعب لبدة 6 شهور ولسنوات كمان يعني عبين ما يقتر يشعروا كرة القدم من الإصابات كثير يعني شائعة أكثر من البيضات بالأبحاث كمان هاي اللي عملوها لإصابات الرأس اكتشفوا أنه فيه نسبة كتير منيحة من لاعبين كرة القدم بسكوتلندا وإيرلندا الشمالية كانوا على عمر الخمسين والسبعة وخمسين عندهم خرف والزهايمر وفيه عندهم أمراض عصبية بالدماغ فعشان هيك هم طلعوا هذا القرار بس لسه أبحاثهم مستمرة لحتى أنهم يقدروا يثبتوا صحة هذا الاشي أو أولا نعمل الحملة نسميها ضربتين على الرأس بوجع بوجع هيك بتكون العمان الحملة عفتت رأى كثير فيه كثير فيه إحنا عنا إذا بتتذكر أحمد هايل لاعب كان بمنتخذنا الوطني كان محترف بالكويت وتعرض لإصابة بالرأس ومن بعدها ما قدر يرجع يلعب نعم سلامات يعني هاي الإصابات كثير خطيرة ممكن إنها تكون فخطوة كثير حلوة نعم نعم طيب بالنسبة لللاعب اللي بدل ما يصوب على المرمى هو حرام هو صوب على المرمى بس إجت معاه وراء المرمى فخلينا نشوف هذا الفيديو يعني إجت مباشرة غابل هيك الكفتيرية تكسرت الدنيا بس هوا من قيمتا فيه كفتيريات اللي موراها 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 كثير بيبيعوا كثير أشياء بس ولكن الناس اللي وراء المرمى دائما بتعرضوا لضربات مزبوط إذا بقوا فيه في كرة القدم يعني كثير بتعرضوا لضربات مباشرة حلوة بس هاي بتأخذ الطاوة بتروحها معاك آه بس لما تكون ضربة مباشرة في هاي القوة بتخيلوا أحيانا بتكون خطيرة مهمية على سرعة مهمية على سرعة نعم حسنًا هناك أيضًا خبر بيشاركينا فيه فيديو طريف هو يعني هكذا آه كلب نزل على الملعب بيه الدوري التركي وما أبلشي طلاع نعم دعونا نشوفها دعونا نعم مهمية به موسيقى 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 أحياناً الحيوانات تدخل من الأحياء المجاورة أحياناً من الملعب المشجعين يكون معهم طيور أحياناً لا وتخيل أنه أنت تترك كل المباراة وتتلحق هيك وراء الكلب عبينما يرضى يطلع كمان هم بهدوء تعالوا مع الموضوع بتولة بال وحاولوا يطلعوا بالعقل يعني حتى ما مش عطو فرصة يطلع لحالهم يعني بتعرفي أنها صلاحة أن هاي الأشياء اللي بتصير في الرياضة الأشياء الإنسانية الطريف الأشياء اللي إلها علاقة في الحياة اللي بتصير دائماً في الرياضة أنا بحسها يعني أحياناً أحلى من المنافس نفسها يعني الأجواء اللي بتصير حولين المنافسات بتكون بتكون كتير أجمل بدي أحكي لك شوي سميحة أو هيك خلينا نشارك مع بعض إشياء حلو كتير عم بصير في البلد هلأ بسبب ظروف عالمية عم بتكون جوز تفشي مرض الكورونا في مواقع معين خصوصاً دول أسيوية وتحديداً الصين عم تكون في انتقال هو مش بس هذا السبب عشان ما أنفهم غلط مش هذا السبب الوحيد أيضاً سمعت الأردن الجيدة والممتازة في الرياضات كثير عم بصير في انتقال لتصفيات إلها علاقة في آسيا وفي إلها علاقة في الأولومبيكس للأردن منها الملاكمة ومنها تنس الطاولة وأيضاً التايكواندو وأيضاً اتحاد الألعاب القوة أيضاً كمان حصل على شرف تنظيم ألترا ماراثون كمان عالم فهذا الموضوع كثير مهم بالنسبة للبلد فالرياضيين عالميين عم بيجوا على الأردن قديش مهم قدي مهم كثير مهم للعديد من الجوانب أول إشي كرياضة إنه اختيار الأردن من كم دولة موجودة ومقدمة إنه بدها تستضيف فبالآخر بيختاروا الأردن إنها تستضيف تصفيات للأولومبيكس أو تصفيات أسيوية هذا إشي رح يفيد البلد من الناحية الرياضية والرياضيين نفسهم تبعون الرياضات يعني إنه يكون هذا الإشي موجود ببلدهم وحتى بتخيل من الناحية الاقتصادية والسياحية إشي كثير مفيد برضو للبلد طبعا فهلا هذا فكثير فرصة كانت حلوة ويعني منها إحنا منشوف ومنها الرياضيين مبارك كمان أيضا للعبة السورية مبارك ضاضا اللي ما رح لإسم الأول صراحة هند أو هنادي آسف ضاضا مبارك تأهلت للأولمبياد توكيو مباشرة أمرها 11 سنة ألف مبروك 11 سنة وكانت فازت في المباراة النهائية على اللاعب اللبنانية لأنه عمرها 42 سنة أو 43 سنة وهي بطلة أولمبية طبعا أدفر العمر يعني لعبها 2 أو 43 سنة وهي بطلة أولمبية أصلا أدفر العمر والخبرة وما هيك قدرت أنها تتفوق عليها نعم وكان دافع منوي كثير للجالية السورية في الأردن والشعب السوري طبعا أكيد فحلو هيك يعني على سيرة أنه كل شيء ينتقل هلأ كمان كل الأخبار اللي قاعدين عم بتداولوها أنه أولمبياد توكيو نفسه ممكن أنه يتأجل أو حتى يلتغى بسبب الكورونا اللي قاعدة عم تنتشر بكل مكان لأنه عم نحكي عن الكورونا هلأ أصبح المصطلح الأضاق لأنه انت حكيت برضو كيف من خلينا نحكي للأشخاص اللي من أصول آسيوية عم بعانوا من العنصرية يعني كتير مزعج أنه أي شخص آسيوي الآن صار يشعر أنه في نوع من الهروب في نوع من الوصمة الاجتماعية فكتير مهم أنه حتى كمصطلح شوي شوي رح نبطل نحكي كورونا عم بيكون المصطلح الأطدق هو كوفيد 19 ومهم جداً كمان سميحة وهيثم ومن خلال رؤيا نوجه رسالة أنه إحنا ما نبالغ بردات الفعل اتجاه أي موضوع أو ما نوصم شعب بأكمله أو قرر بأكملها من أجل يمكن أزمة وراح تمر إحنا أكيد نتمنى السلامة للجميع رسالتنا أنه بهاي الفترة نغسل إيدينا مش ضروري لمباوسة والأمور الصحية المعتادين عليها ولكن موضوع كوفيد 19 تحديداً الإصابات اللي عم بتصير فيه بيكون فيه شوي مبالغة بنقل المعلومات ودائماً منحكي الأرقام هي الحقيقة والأرقام هي اللي بتوصل يمكن الرسالة بطريقة أوضح لما نحكي عن كل الإصابات بكل العالم هي ما تعددت رقم 80 ألف و77 ألف من الصين يعني إحنا عم نحكي 96% من الصين فما يكون فيه حالة من الذعر والهرع ونحكي فيه إصابات في الأردن أو ما فيه إصابات في الأردن وبرضه مش كل من يصاب بـ COVID-19 هو مصيره لأسمى حلال موت بالعكس إحنا عم نشوف أمراض أخطر خلينا نحكي سرطانات أمراض قلب انتحار لسا عب تكون أخطر من هالفيروس فخلينا هيك شوية عقلانيين وكتير مزعج لأنه عم نحكي كيف حتى المباراة عم تنتقل لدول أخرى إنه ما نوسم شعب وما نحسسوا إنه هو أصبح مطهب لسا فيه كمان مباريات قاعدين عم بحرم الجمهور من حضورها بسبب المرض يعني نعم هو عم بصير في إجراءات عالمية يعني مجوز بالصين أو دول الأسوية دانا يعني إجراءات احترازية طبعاً لازم ولكن أيضاً إيجابياً مثلاً إنباريح التسجيل كان الأدنى من الوقت في الصين مثلاً كانت 29 حالة وفاة وكانت هي الدرجة الأدنى يعني والرقم الأدنى من يوم بلش انتشار الفيروس فإن شاء الله يعني إن شاء الله إنه هو صحة والسلامة للجميع لانتهاء يعني يعني إحنا لا نستهيل ولا نكبر الموضوع نكون عقلانيين نشكرك سميها وويكند حلو نتمنى لك إياه اشتركوا في القناة